تارك الصلاة لكن نقول له أنت فقدت النور يا عبدالله اتق الله واخشه يعني أنت الآن لو يا شيخ مسعود أغلقوا هذه الأنور التي نحن فيها هل سيران الناس وهل سنستطيع أن نتحرك قيد أو الملاح كيف الإنسان يمشي في ظلمة يتلمس هذا الظلمة التي في الدنيا ستنتقل معك في الآخرة أحوج ما تكون إلى النور يوم القيامة يوم الظلمات يوم الهلاك ولا ينجو فيها إلا من كان معه عمل صالح يأتي العبد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله فينظر أشأ ما أجمن منه يعني يمينة فلا يرى إلا النار عوذ بالله وأيسر منه لا يرى إلا النار ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار عوذ بالله من النار لا يفكه من هذه النار إلا ما قدر الله أعلم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره يعني بأقل ما يكون من العمل لهذا ينبغي لنا أن نبذل جهدنا وطاقتنا في الاستكتر من هذا النور النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة صلاة فمن تركها فقد كفر ويقول بين الرجل والشرك والكفر تركوا الصلاة فهذه هذه مخيفة لحديث والله يا شيخ مخيفة جدا يا أخي الله تعالى يقول ويل للمصلين هؤلاء يقوم المصلون لكنهم قال الذين هم عن صلاتهم سعون توعدهم بالويل فكيف بالذي ترك الصلاة فخلف من بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشاوات ما هي حالهم وفيلقونا غيا والله تعالى يقول ما سلاككم في سقر في تساؤل أهل الجنة وأهل النار ما سلاككم في سقر سقر اسم من أسماء جهنم قالوا أول ما ذكروا لم نقوا من المصلين لم نقوا من المصلين إذن هذا يدل على أن ترك الصلاة من أسباب ولوج هذه النار فيا من يخاف النار ويا من يتقي أن يكون من أهلها حافظ على صلاتك ويصلها بينك وبين الله هي لذة بهجة نعيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة وعيني يعني سكون نفسي وهدوءها وطمأنناتها في أي شيء في الصلاة فالصلاة فاستكثر منها الله أكبر جزاك الله خير